الله أكبر صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها غبوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء لنا تمو إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في ملاكبها وكلوا من نزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لده في عدو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما لنذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيته إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين نون والقلب وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاه بنبيم منع للخير معتد نثيم عتل بعد ذلك زليم أن كان ذا مال وبنين إذا تجلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أنردوا على حرثكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألمغ لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة للا يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهموا أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة نبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي بتين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراه وهو مذنون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليسلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لبجلون وما هو إلا ذكر للعالمين الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عادوا فأهلكوا بريحا صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام نسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فنعون وبرهم قبلهم والموت فكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طرى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها مذن واعية فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيميني فيقول هاهم اقرأوا كتابيا إني ضلنت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هليئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الله أكبر وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيا ولمدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا ألك عني سلطانيا خذوه فاغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسحكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعضا قاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالوهر وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوا تدعو من اجبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها لوعى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملك تيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قاهبون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين أن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل أمرهم منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ألا أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعتنا بصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن ياتيهم عذاب نريم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أنعبدوا الله واتقوا مواطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وخارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سهلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن هدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا طلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فادرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تمارا ألوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفينا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشوبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لا لا يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندني أشق مريد بمن في الأرض أمرات بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا كرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف أغسا ولا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لا سقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا غشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل ندري أقل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا ينخر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قدم له رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا يا أيها المزم لكم الليل إلا قليلا اسفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وردر القرآن تغتيلا إنا سننخي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطرا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخبه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذاب نريما يوم تغرف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أجنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر واللجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقول فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ونزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهق صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصلي سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لو واحد للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدةهم وما جعلنا عدةهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا دبر الصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ضعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما له عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفر فرت من قسورة بل يريد كل مرئ منه أن يتاصح فا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكرة وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بلانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ نين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فللإنسان على نفسه بصيرة ولولقى معاذيره لا تحلّك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن ضفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والنفى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هلتا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيلا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيبا وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على لرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودالية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدرواها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثم أو كفورا واذكر اسم ربك مكرة وأصيلا ومن الليل فاسجدنا وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شينا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم ضمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا المسر أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعه بلاخلين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في طرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفات نحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تغني بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم ولولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكي مما يشتغون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبيي حديث بعده يؤمنون الله أكبر